مذوء بضعة أيام في منزلها في دير البلح وسط غزة كانت ناهدة بشير تغني لأطفالها ليناموا كانوا خائفين من الظلمة ومع انقطاع الكهرباء وافقت نهاد أخيراً على أن تضيء الشمعة لكي يتمكنوا من النوم بعدها توجهت إلى غرفة أخرى حيث سرقها النوم وهي تطعم طفلها نور الشمعة تحول حريقاً كبيراً فلاحظ أحد المرة الدخان المتصاعد من النوافذ ودخل ليجد الجثث الصغير متفحمة تغرق غزة في ظلام حالك مذو بضعة أشهر كنتيجة لحالة الكهرباء التي تزداد سوءاً وخصوصاً في ظل أزمة النفط التي لا تترك شيئاً للمولدات الكهربائية محطة إنتاج الكهرباء في غزة توقفت في الثالث والعشرين من أذار مارس وأصبحت لا تزود بالطاقة إلا أربعاً وعشرين ساعة وذلك بعدما سلمت إسرائيل القطاع مئة الألاف من لترات لفيول الكثير من السكان يقولون إن مشكلة الكهرباء هي سياسية ويمكن حلها من خلال تعاون أفضل بين فتح وحمس الفصيلان المتناحلان اتفقا العام الماضي على المصالحة ووقعا على ورقة تدعو إلى تشكيل سريع لحكومة توفقية ولكن الترجمة لاقت الكثير من العقبات ومن ضمنها أزمة الكهرباء المستفحلة وفي انتظار الفرج ليس أمام الغزاويين إلا إضاءة شمعة بالرغم من مخاطرها